موسيقى السلام عليكم بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق الأثنين الماضي هذه الزيارة التي وصفت بالتاريخية عبر أردوغان عن أمله في أن تشكل زيارته إلى العراق والاتفاقيات المبرمة بين البلدين بداية انطلاقة جديدة لعلاقتهما ثنائية بغداد وأنقرة وقعتا ستا وعشرين اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات مختلفة خلال زيارة الرئيس التركي للعاصمة العراقية الحدث الأهم الذي شهدته زيارة أردوغان إلى العراق هو توقيع مذاكرة تفاهم رباعية أبرمتها كل من العراق وتركيا وقطر والإمارات حول مشروع طريق التنمية الذي سيربط الخليج العربي بأوروبا عبر الأراضي العراقية والتركية وهو مشروع استراتيجي سيقدم للعالم في حال تم إنجازه ممرا تجاريا جديدا بين آسيا وأوروبا وعلى صعيد آخر تم توقيع اتفاق إطاري للتعاون في مجال المياه بين البلدين فكيف يمكن قراءة مخرجات زيارة أردوغان للعراق وما الانعكاسات المتوقعة على الاقتصاد العراقي هذا إذن موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع نناقشه بالتفصيل مع ضيوفنا ولكن بعد هذا التقرير حدث هو الأهم والأبرز اقتصاديا للعراق تمثل بزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة شهد توقع مذكرات تفاهم بمجالات مختلفة اختزلت عقودا من التذبذب في العلاقات وانبثق عنها إطار استراتيجي بين العراق والتركيا هو الأول من نوعه منذ تأسيس الدولتين أكثر من 24 مذكرة تفاهم بمجالات الطاقة والاقتصاد تم توقعها بين البلدين وتوقع اتفاق الإطار الاستراتيجي كخارطة طريق لبناء تعاون مستدام ومذكرة تفاهم رباعية بين العراق وتركيا وقطر والإمارات بشأن تنفيذ مشروع طريق التنمية النهر الاقتصادي الذي سيربط الشرق بالغرب وتعول عليه دول المنطقة لتحقيق تكمل اقتصادي غير مسبوق في الوقت الذي أكد فيه أردوغان أن الاتفاقيات الموقعة ستشكل نقطة تحول في العلاقات بين العراق وتركيا جرى توقيع اتفاق الإطار الاستراتيجي الذي يعد خارطة طريق لبناء تعاون استراتيجي مستدام في كافة المجالات وستنبثق عنها وسينبثق عن هذا الاتفاق لجان دائم للأمن والطاقة والاقتصاد كما رعينا معا توقيع أكثر من 24 مذكرة تفاهم في مجالات وقطاعات مختلفة وفي ملف المياه تم توقيع اتفاقا إطاريا تضمن التعاون في تنفيذ مشاريع مشتركة تتعلق بتحسين إدارة المياه في نهري دجلة والفرات وتبادل الخبرات في مجال تحديث أنظمة الري وتقنيته الحديثة لمدة عشر سنوات بما يكفل تحقيق إدارة مشتركة وعادلة للمورد المائية وبما يعود عليه بالمنفعة على البلدين على مستوى ملف المياه وقعنا اتفاقا إطاريا للتعاون بشأن المياه يتضمن التعاون في تنفيذ مشاريع مشتركة تتعلق بتحسين إدارة المياه في نهري دجلة والفرات وتنفيذ مشاريع تطويرية وتبادل الخبرات في مجال تحديث أنظمة الري وتقنيات الري الحديثة مسار العلاقة الاقتصادية بين بغداد وأنقرة سيدشن مسارا جديدا وعهدا من التعاون الاقتصادي يستهدف رفع قيمة التبادل التجاري وتنفيذ الأمثل للاتفاقية الموقعة وترجمتها عمليا على أرض الواقع وعلى الحديث أكثر حول موضوعي وملفي حلقتنا أرحب بضيفينا من بغداد دكتور صفوان قصي الأكاديمي والخبير الاقتصادي وأيضا من بغداد معنا المهندس خالد الجابري رئيس مؤسسة أصول لتطوير الاقتصادي والتنمية المستدامة مرحبا بكم ضيفي الكريمين عبر شاشة تغيير أبدأ معك دكتور صفوان قصي اتفاقات وتفاهمات ومذكرات عديدة تم توقيعها والتفاهم حولها بين العراق وتركيا كيف ترى مخرجات زيارة الرئيس التركي التي وصفت بالتاريخية إلى العراق طبعا أرحب حضرتك والمشاهدين الزاء والضيف الكريم من الواضح أن الزيارة تأخرت عن موعدها أكثر من سنة كانت هناك مجموعة من التفاهمات على أطر مختلفة نجحت هذه الزيارة في وضع العراق في شراكة اقتصادية مستدامة مع الجانب التركي قوة اقتصادية مثل تركيا وموقع ستراتيجي مثل تركيا عندما يدخل بقوة كشريك اقتصادي بالتأكيد للعراق سيساهم في زيادة قدرة العراق على التنويع الاقتصادي لدينا موارث في العراق على مستوى الموقع الجغرافي وخاصة حلقة الربط بين الاتحاد الأوروبي وآسيا ستكون ميناء الفاو العالمي كبادرة أولية لتشغيل هذا الميناء من خلال الإمارات العربية المتحدة وربط موانئ الخليج مع ميناء الفاو وبالتالي إمكانية استثمار هذا الميناء لغرض استيراد السلع من الاتحاد الأوروبي عبر تركيا وضخها إلى أسواق آسيا والعكس صحيح ولاحقا الارتباط مع الاقتصاد السعودي وبالتالي قارة أفريقيا فالعراق يسعى إلى أن هذا الطريق هو عبارة عن معبر للسلع والخدمات وكذلك للأفراد ومن خلال هذا العبور سيكون لدينا خليطة استثمارية واضحة تنمو مع قدرة الفرص الاستثمارية على طمأنة المستثمرين في كل القطاعات الدولة مثل تركيا حاليا مع زيادة أسعار الفائدة لديها هي من الدول الآن المتميزة في إعادة تصدير رأس المال الاستثمار لجنب المباشر إلى دول مختلفة في العالم فأعتقد بأن مثل هذه الفرصة المتاحة حاليا لاقتصاد العراقي بجذب الأموال إلى البيئة العراقية وبالتالي زيادة حجم الانتاج وتنويعا لكي يكون لدينا استدامة في عملية تحرك السلع ليس فقط لأغراض الاستيراد والتصدير وإنما لأغراض الانتاج من داخل العراق فالموضوع واعد والمسائرات مختلفة وهي عبارة عن شراكة اقتصادية مستدامة أيضا مع الجانب القطري من حيث غاز قطر وصولنا للانتحاد الأوروبي الاتفاق مبدئيا هو أربع دول لكن سيتوسع لاحقا نعم طيب سيد الجابري تحية طيبة من جديد ما الأبرز والأهم في هذه الزيارة برأيك؟ شكرا لقناتكم الكريمة ومشاهديكم الأفاضل وضيفك الكريم حقيقة زيارة تركيا إلى بغداد زيارة مهمة بكل الأبعاد ولكن أحب أصلت الضوء على نقطة مهمة التي هي عملية إدارة وحصاد المياه التي تم توقيحها بالاتفاقية استراتيجية أو بخارطة الطريق بشكل عام التي وقعتها بغداد مع أنقرة حقيقة أن الاتفاقية استراتيجية تضمنت الاتفاق بشكل مبدئي على إداء مشاريع ما بين البلدين تخص المياه وحصاد المياه وتوزيعها أيضا باعتبار أن تركيا اليوم بلد متقدم في هذا الجانب ولها مشاريع كبيرة وعملاقة وقصص نجاح كثيرة فلا بأس أن يكون هناك تبادل خبرات ما بين العراق وما بين تركيا بهذا الجانب هذا من باب حصاد المياه وكذلك من باب توزيع المياه وطرق الري وطرق الري المغلقة وإلى آخره من هذه التفاصيل الفنية هذا سوف يوصل ما بين العراق وتركيا إلى نقطة مشتركة أن كمية المياه الواردة للعراق سوف تكون مشتركة بعملية التوزيع والحصاد وبالنتيجة سوف تزدهر لدينا صناعات كثيرة أولا سوف تزدهر لدينا الصناعات الزراعية وتزدهر لدينا الصناعات التحويلية وبهذا الجانب سوف يكون دخل العراق إلى باب الاكتفاء الذاتي بكثير من أنواع الصناعات الزراعية والمنتجات الزراعية لذلك هذا الجزء الأهم الجزء في الزيارة حقيقة من وجهة نظر اقتصادية الجزء الثاني المهم بالزيارة هو فتح التعاملات التعاملات ما بين تركيا والعراق بكافة الجوانب سواء السياحية سواء التجارية سواء الصناعية وعلى كافة الأصعد هذا من شأنه يعزز الحالة الاقتصادية ما بين البلدين لا سيما اليوم أن العراق يملك كثير من الموارد العراق اليوم يمتلك طريق التنمية حقيقة وهذا الطريق والشريان الحيوي لربما البعض يقول أن الطريق التنمية هو طريق مجرد طريق اعتيادي ولكن عندما ترى هذا الطريق بكل جوانبه فهو طريق ستراتيجي وطريق يضمن للعراق الاستقرار الكبير لأنه سوف يربط أوروبا بالخليج عن طريق تركيا بالشمال وعن طريق البصرة بالجنوب لذلك أن هذا الطريق حيوي بكل جوانبه بجوانبه الاقتصادية وبجوانبه الجيوسياسية لذلك أنه طريق التنمية اليوم وقع تركيا والإمارات وقطر والعراق هذه الأربع دول التي انطلقت بهذا المشروع الكبير ولا نستبعد وحسب قراءاتنا وحسب سماعنا حقيقة وجود دول أخرى سوف تنظم بالقريب العاجل إلى هذه المجموعة جميل لأن الطريق اليوم أصبح طريق حيوي للنقل لا سيما في ارتفاع جور النقل البحري والذي انعكسه بشكل سلبي على البضائع فالعراق اليوم يمتلك البديل بسبب ارتفاعات الإجور على النقل البحري بسبب زيادة أسعار الوقود نعم دكتور صفوان قصي كيف يمكن قراءة المصالح العراقية في العلاقة مع تركيا وأيضا إلى أي مدى أحسن العراق الفريق الوزاري في الحصول على مكتسبات من المصالح المشتركة في هذه الزيارة طبعا واضح أن الاتفاق اتفاق إطار ستراتيجي اتفاقيات متعددة ولا تزال على المستوى الحكومي المرحلة التي تليها يفترض أن ننفتح على القطاع الخاص النظامي من المستفيد من هذا الطريق من الذي يبحث عن زيادة العوائد على الاستثمارات من خلال الموارد العراقية الشراكة تحتاج إلى انفتاح القطاع الخاص النظامي سواء في دول آسيا أو في الاتحاد الأوروبي حاليا الاتحاد الأوروبي لديه طاقة تصميمية غير مستغلة ويحتاج أيضا إلى الوقود سواء النفط الخام أو الغاز فإنشاء هذا الأنبوب الذي سيعبر منه موانع العراق في الجنوب في البصرة بعد أن تأتي السفن القطرية محملة بالغاز وتفرغ حمولتها في أنبوب ليصل البصرة بميناء جهان التركي النفط الخام والغاز سيعبر باتجاه دول الاتحاد الأوروبي من خلال العراق وتركيا فنتوقع أن هناك استثمارات ستنشأ على مستوى المصافي ضمن هذا الطريق لكي يكون لدينا استدامة في ربط اقتصاد الاتحاد الأوروبي بمصادر الطاقة عبر العراق وتركيا موضوع الانتاج الزراعي في الصين والتحرك باتجاه ناقل هذا الانتاج الزراعي عبر الموانع العراقية وصولا إلى الاتحاد الأوروبي وبالعكس سيدعم أن هناك تفاهمات مشتركة مع الشركات الصينية العاملة في القطاع الزراعي التي تعاني من يعني عدم امكانية وصول الانتاج الزراعي عبر البحر لأنه يحتاج إلى فترة زمنية طويلة هذا الطريق سيختصر الزمن جميل يعني حسب المتداول أكثر من خمسين بالمئة وهو التكلفة الأقل ونتوقع أن شركاء اقتصاديين سينمون في هذه المنطقة للصناعات التحويلية يعني كما أشار الأستاذ أن العراق هو بلد زراعي يحتاج إلى استثمار المياه بالذكاء الصناعي يحتاج إلى تطوير الأدوات الزراعية لكي ننفتح على دول الخليج من حيث التصدير وكذلك عملية ربط اقتصاد السياحة والآثار والسياحة الدينية بنقل السواحى الأوروبيين عبر قطار سرعتها يفترض أن تصل إلى 300 كم بالساعة نحتاج إلى 17 مليار دولار كمرحلة أولى أتوقع أن هذه الشراكة الرباعية ستوفر الأموال وعملية تأسيس شركة عراقية تنتقل ملكية الموجودات العراقية على طريق التنمية إلى هذه الشركة ومن ثم نبحث عن شركاء بالشركة العراقية العالمية لإدارة طريق التنمية ولتطوير صناعات المدن الصناعية والجراعية والسياحية بحيث يكون لدينا شركة عراقية عالمية يمكن من خلالها أن تكون هناك تفاهمات مع دول أخرى خارج تركيا يعني من هم شركاءنا في ميناء روتردام مثلا كيف نستطيع تحويل إنتاج عبر الأطلسي إلى الآسيا عبر الطريق الجديد ما يميز هذا الطريق أنه الأحدث وأنه الأسرع وأنه يمر بمناطق منبسطة لا توجد بها مخاطر وعمليات التفريغ والتحميل تكون قليلة وكذلك هناك محطات دولية ستكون في الأراضي العراقية 15 محطة ذكية تقوم بعمليات التفريغ والتحميل بذكاء صناعي بحيث ننافس بقية طرق العالم وحسب المتداول أن طريقة ميناء الفاو سيكون ميناء رقم دعش العالمي وهو عبارة عن بوابة لربط ميناء الفاو عالميا بالموانئ الأخرى نعم طيب مهندس الجابيري نبقى بالحديث عن توقيع مذكرة التفاهم الرباعية مع تركيا وقطر والإمارات حول مشروع طريقة تنمية وهناك تساؤل عن انعكاس هذه الاتفاقية على المشروع وكما أشار السيد صفوان قصي هناك من يقول وهناك حديث عن أن استثمار قطر والإمارات في مشروع طريقة تنمية سيسهل استكمال هذا المشروع ما رأيك؟ حقيقة استثمار الدول في هذا الطريق اليوم هو برغبة كبيرة ولكن سوف أعتقد سوف تكون هناك رغبة أكبر بالمستقبل القريب لا سيما اليوم العراق جاد بتحسين بيئة الأعمال له كما أشار ضيفك الكريم أن اليوم في هذا الطريق سوف تكون هناك مدن زراعية ومدن صناعية وبالفعل اليوم شكلت لجان لغرض قياس واقتراح المدن التي سوف تكون على جوانب هذا الطريق بناء على كل محافظة وكل مدينة يدخل لها هذا الطريق وما هي تمتلك من موارد طبيعية حسب البيئة الجغرافية للموارد الطبيعية والتوزيع الموارد الطبيعية في العراق هذا من شأن أن يولد صناعات على المستوى المتوسط وعلى المستوى الكبير داخل البلاد لا سيما أن خارطة الموارد الطبيعية في البلاد تمتلك الكثير ومعظمها لم يستثمر من 1980 بسبب الحروب التي دخل بها العراق لذلك اليوم نمتلك ثروة كبيرة من الموارد الطبيعية من زاخو حقيقة إلى الفاو وهذا الطريق سوف يكون ممتد على هذه المدن فلذلك العراق دخل بخطوات استباقية لتشجيع بيئة الأعمال للشركات والمستثمرين مثلا اليوم العراق دخل بعملية أصلاح ضريبي كامل وأنشأ لجنة عليا للأصلاح الضريبي برأس الدكتور العنبكي لغرض عادة وتقييم شامل لعملية الإجراءات الضريبية في البلاد وأخرجت هذه اللجنة حزم كبيرة اللجنة في بداية عملها وأخرجت حزم كبيرة اليوم العراق بدأ بالتحول الشامل والتدريجي نحو منبومة الدفع الإلكتروني الذي يعتبر أحد أجزاء تحسين النظام المصرفي بالإضافة لأنه شرع بتحسين الأجزاء الأخرى للنظام المصرفي وكانت زيارة واسنطن والتصريح الذي صدر من هناك أن بعض المصارف العراقية حققت 80% من المعايير المطلوبة كذلك العراق دخل بتفعيل القضية الاستشارية وقطاع الخدمة الاستشاري في كافة المجالات وأيضا دخل العراق في عملية تعديل قانون الشركات الذي يسمح للمستثمرين الأجانب والشركات الأجنبية بالعمل داخل العراق وتداول الأسهم والوعوس الأموال هذا كله سوف يعزز من استقطاب أكبر لكميات مستثمرين بالإضافة إلى تشجيع دول للدخول لأنه اليوم العراق غادر قضية المناكفات حقيقة السياسية وغادر هذه الحقبة اليوم العراق يصنع شراكات اقتصادية مع كل من يرغب بالاستثمار داخل البلاد والأبواب حقيقة مفتوحة يعني لا أخفي سر أن ذكرت أنه اليوم كثير من المستثمرين يتجولون في بغداد من كافة الجنسيات حقيقة وهذا مؤشر إيجابي يعني اليوم نحن مثلا من نجي إلى مطار بغداد نلقي في غرفة الإقامات كثير من الجنسيات موجودة وأعداد لا بأس بها هذا كل دليل على أن البلد يذهب باتجاه استقطاب الشركات ولا سيمة أن نذكر بعض التقارير ذكرت بشكل صريح أن العراق هو رابع اقتصاد استثماري ناشئ في المنطقة وأن العراق يعتبر من أول الدول في المنطقة اليوم لها حملة إعمار وإعادة بناء لذلك اليوم في البلاد فرصة واسعة رجوعا إلى سؤال جنابك الكريم هل أنه سوف تدخل دول أخرى في التسابق للدخول في المجلس الرباعي الذي نطلق عليه أو الاتفاقية الرباعية نعم من وجهة نظري ومن وجهة نظر المراقبين نعم سوف تكون هناك دول أخرى لأن الطريق التنمية اليوم هو ليس طريق مجرد لنقل البضائع هو طريق لنقل البضائع والمدن الصناعية والمدن التجارية وكافة التفاصيل لا سيما أنه اليوم العراق سوف يفعل قضية الترانزيت النقل عبر الترانزيت بالبضائع عن مارة من خلاله والخارج يعني اليوم طريق التنمية سوف يحقق عاملين أساسيين العامل الأول هو نقل المنتج العراقي الذي سوف يتم إنتاجه عبر المدن الصناعية التي تكون منتشرة على جانبي الطريق لنقلها شمالا إلى أوروبا ونقلها جنوبا إلى الخليج الموضوع الثاني هو نقل البضائع وتداولها ما بين أوروبا والخليج والخليج وأوروبا والصين كذلك كل هذه المكتسبات كبيرة بالنسبة للعراق عن طريق إدارة طريق التنمية وفي هذا الجانب توجه لك بالسؤال دكتور صفوان قصي مشروع طريق التنمية أيضا كان له صدى كبير في زيارة السودان إلى واشنطن هناك من يقول أن تسابق العالم اليوم ومن مختلف الأقطاب ينصب على طريق التنمية من الصين وحتى من الغرب ومن هنا وهناك فكيف يمكن أن يدار المشروع بتوازن كسب الاستفادة من جميع الأطراف بالنسبة للعراق طبعا واضح الاقتصاد العراقي واقتصاد دولاري وأمريكا لن تفرط في حصتها السوقية داخل الأراضي العراقية الزيارة واضحة كانت بهدف تفعيل اتفاق الإطار الستراتيجي الذي لديه جوانب غير أمنية جوانب اقتصادية الشركات الأمريكية مرحب بها لاستثمار الموارد العراقية خاصة هم يركزون على إيقاف حرق الغاز واستثمار الغاز المصاحب في توليد الكهرباء والشركات الأمريكية خاصة جينيرال ألكترك وقعت عقد لاستثمار الغاز المصاحب خلال من ستة إلى ثمانية أشهر سيتم تطوير صناعة الحصول على الغاز واستفادة منه محليا لإيقاف استيراد الطاقة وتحرير العراق من موضوع الطاقة التابعة ويكون لدينا طاقة مستقلة زائد أن الشركات الأمريكية ترغب أيضا في زيادة قدرتها في تطوير صناعات الزراعية داخل أراضي العراقية شركة كاتر بيلر وغيرها من شركات العملاقة حتى الشركات التكنولوجية مايكروسوفت أو فيزر على مستوى الصحة مسارات متعددة يمكن من خلالها أن نوطن الصناعة الدوائية نعزز الصناعات الزراعية وكذلك موضوع التكنولوجيا وإمكانية أن نحوكم إجراءات السيطرة سواء على النقود أو السلع وتطوير الأجهزة الحكومية من خلال الشركات المايكروسوفت وغيرها من الشركات العالمية العراقية تطلع إلى شراكة مستدامة مع الشركات الأمريكية وهذه الزيارة أظهرت قدرة حكومة السوداني على طمأنة المستثمرين العالميين بأن العراق يمنح ضمانات سيادية من خلال موازنة العراق الثلاثية إلى الشركات الأمريكية وعندما يكون لدينا إمكانية في التصدير للتحاد الأوروبي أو إلى دول الخليج أو إلى آسيا بمعنى أن الطاقة التصميمية للإنتاج الصناعي ستكون هناك مرونة في توجيهها باتجاه الاستهلاك معدلات الاستهلاك على مستوى دول المنطقة سترتفع لأن هذه المنطقة تشهد نمو سكاني متزايد وهي بالتأكيد أحد الحوافز لجذب الاستثمارات البنية التحتية للاستثمار تبحث عن التأمين وشركات التأمين العالمية ستكون حاضرة في طريق التنمية لكي يكون لدينا إمكانية في تخفيض تكاليف الاستثمار والبحث عن عائد عالي للشركات الاستثمارية الولايات المتحدة الأمريكية عندما تأتي بمثل هذه الشركات ضمن هذه العناوين سيتحفز الآخرين على الاستثمار في العراق خاصة الصين الهند دول الخليج بالتأكيد هي تعرض الآن جزء من صناديق الثروة السيادية للمملكة على مستوى المملكة 3 مليار على مستوى الإمارات 3 مليار وقطر يبدو أنها وصلت إلى 7 مليار كمراحل ابتدائية لا بس بذلك لكن مؤسسة التمويل الدولي ترغب بأن يتم استثمار ما لا يقل عن 233 مليار دولار لغرض إيقاف حرق الغاز وتوليد الكهرباء وتصديره من خلال العراق والبائض من كهرباء دول الخليج وأيضا الاستثمار في الطاقة المتجددة طاقة نظيفة على مستوى المحافظات التي تمتلك طاقة شمسية مستدامة وهكذا نستطيع أن نوازن بين الاستثمارات الخليجية والاستثمارات الأوروبية والاستثمارات الأمريكية وحتى الشرقية يعني على مستوى الدول التحاسي وبيت السابق أو على مستوى إيران الشعوب لديها مصالح مشتركة حتى الشعوب المعاقبة يمكن أن نؤطر تفاهمات مع الولايات المتحدة الأمريكية لتنظيم علاقات استثمارية مع الشعوب لمصلحة الشعب العراقي نعم طيب مهندس الجابري من أبرز المخرجات والتي أشرت لها في البداية لزيارة أردوغان توقيع اتفاق إطاري للتعاون في مجال المياه بين العراق وتركيا والعراق كما تعلم ويعلم الجميع يعاني من أزمة الجفاف شح المياه فما أثر هذا الاتفاق المتوقع على المدى المتوسط والبعيد كما أشرت سابقا أن هذا الأثر سوف يكون إيجابي لسبب أن تركيا والعراق اليوم تركيا لها أسبابها بعدم أطلاق المياه للعراق والسبب الأول حسب ما أثير سابقا أن هذه المياه تذهب إلى المياه المالحة وهذه المياه لا يتم استخدام السقي الصحيح وإلى آخره من التفاصيل على الرغم أن هذا ليس من الشأن التركي هو يوجد حصة مائية يجب أن يأخذها العراق سواء أراد العراق أن تذهب إلى المياه المالحة أو أرادها أن تذهب بالسقي التقليدي ولكن بسبب السياسة الاقتصادية الحكيمة دع العراق تركيا إلى التعاون معه لغرض عملية حصاد هذه المياه التي تأتي من الجانب التركي في الجانبين الجانب الأول في الذهاب إلى الأهوار وذهاب إلى المياه المالحة المياه البحر عن طريق شط العرب والجانب الآخر هو الذهاب باتجاه المياه الري بالتقنيات الحديثة بالأضافة إلى ذلك كما هو معلوم لدى الجميع أن مجلس الوزراء أقر في أحد جلسات السابقة أنه يوجد إعفاءات قمرقية كبيرة لحزمة واسعة من التقنيات الحديثة واستخدام المرشات كذلك أصدر حزمة استرشادية أنه شراء المحاصيل الزراعية من الفلاحين ممن يستخدمون التقنيات الحديثة بالري وهذا الحكومة ماضية بهذا الموضوع واليوم أعلنت الحكومة خلال أيام السابقة أنه صار عندنا اكتفاء ذاتي من الحنطة دكتور صفوان تركيا تستمر بالقول أن حل أزمة المياه يكمن في معالجة طاهرة هدر المياه بدلا من مطالبة تركيا التي تقول أنها لا تعد من الدول الغنية بالموارد المائية بالتخلي عن حصتها من مياه النهرائيين لتزداد حصة العراق كما تقول هل تدفع المصالح اليوم تركيا للإفراج بالفعل عن حصص العراق المائية وبالتالي انتعاش العراق مائيا كما السابق واضح الحقيقة سيد رئيس الوزراء أشار بالكلمة التي ألقيت بأن العراق يفتح شريان للاقتصاد التركي من خلال ميناء الفاو كما تركيا تقوم بعملية نقل المياه من خلال دجلة والفرات كشريان للاقتصاد العراقي بالمقابل العراق سيفتح طريق يمثل شريان للاقتصاد التركي ويمكن لهذا الطريق أن يكون مزدوج للعبور على المحافظات الشرقية لاحقا لكي يكون لدينا دجلة وفرات وفرات اقتصادي وليس مائي فالمصالح مشتركة نعم نحن بحاجة إلى تطوير أدوات الاستثمار المياه داخل الأراضي العراقية على مستوى إنشاء سدود نظامية أو متحركة توسيع دائرة الخزن في المناطق العراقية يعني موضوع حصاد المياه تركيا استثمرت في إنشاء السدود هذا الاستثمار بالشراكة الآن مع الجانب العراقي سيتم موضوع إدارة مياه مشتركة خلال عشر سنوات نحتاج إلى 73 مليار متر مكعب لتنظيم الجراعة وصناعات الغذائية وأيضا الصناعات الأخرى وحتى صناعة النفض تحتاج إلى مياه إضافية ما لا يقل عن 3 مليون لتر يوميا يمكن أن تضاق أو أكثر لغرض أن يحافظ العراق على الطاقة التصديرية له والعراق طبعا يتطلع إلى زيادة الطاقة التصديرية إلى 12 مليون برميل يوميا فالموضوع يحتاج إلى إدارة مياه مشتركة بعيدا عن تحلية مياه البحر لأنها تكاليفة عالية فكلما استثمرنا الخزن في عالي النهر سواء في الجانب التركي أو في الجانب العراقي والبحيرات الطبيعية ونظمنا العلاقة بحيث لا يكون هناك أراضي زراعية تصلح للزراعة وتحتاج إلى المياه ولا توجد مياه وينتقل الفلاحين ويهاجرون الأرض نعم إيقاف حرق الغاز سيؤدي إلى إيقاف التصحر لكن نحتاج إلى المياه لتوسيع الدائرة الزراعية في العراق إلى ما لا يقل عن 26 مليون دونم وكذلك موضوع أن يكون لدينا صناعات وإعادة تصديرها إلى دول الخليج وغيرها من دول العالم التكامل أيضا مع الاقتصاد الأردني في موضوع التبادل الاقتصادي على مستوى الانتاج الزراعي يحتاج إلى المياه فكلما أدرنا ملف انتاجية اللترة الواحدة كلما كان هناك مكانية للتنويع الاقتصادي تركيا ليست بعيدة عن الاقتصاد العراقي والاستثمارات الزراعية التركية ممكن أن تكون لاعب في الضغط على قرار إدارة المياه فننفتح على الاقتصاديات الأوروبية والتركية في موضوع الذكاء في استثمار المياه ونأمل أن يكون لدينا أيضا تبطيل للأنهر تغليف للأنهر السقي بالمرشات وبالذكاء الصناعي على أساس حاجة النبطة أيضا الموضوع تغيرات المناخية وجراعة الصحراء يمكن أن تساهم في تخفيض درجة الحرارة وبالتالي تخفيض التبخر فمثل هذا الموضوع واعد انفتاح القطاع الخاص النظامي في استثمارات لإدارة المياه يمكن أن تقلل العبع على الموازنة وتخلق حالة من التنمية المستدامة وإرادات للإنتاج الجراعي يمكن أن تشترى أيضا من السلة الغذائية والفطاقة التموينية بطريقة نظامية وبذلك أنه حرر الاقتصاد العراقي من عمليات شحة المياه جميل طيب مهندس الجابري وزير التجارة التركي عمر بولات يقول أن حصة العراق من الصادرات التركية خلال السنوات العشر الماضية بلغت أكثر من 5% من إجمال صادرات تركيا في حين بلغ حجم التجارة بين البلدين 24 فرز 2 مليار دولار في 2022 و19.9 مليار دولار العام الماضي كيف ترى العلاقة التجارية بين البلدين كيف يعني يمكن النظر إلى مستقبلها مع طريق التنمية ومع هذه التفاهمات والمذكرات الموقعة وهل سيتم التعديل على الميزان التجاري قريبا الذي ترجح فيه بالعادة الكفة إلى تركيا أحسن طبعا هذا المؤشر الذي تفضلت بحضرتك هو مؤشر إيجابي أنه توجد 6 مليارات اختفت ما بين سنة 22 وسنة 23 السبب أنه اختفاء هذه 6 مليارات ذهب بشقين أما بإنتاج محلي استعاضى عن البضاعة التركية أو ذهب بإنتاج بفتح أسواق عراقية أخرى كأن تكون خليجية أو من دول أخرى هذا شيء إيجابي وأنا أتوقع أن الميزان التجاري التركي سوف القيمة التبادل بين العراق وتركيا كالميزان التجاري سوف تنخفض ولكن تنخفض بشكل إيجابي للعراق وتركيا لا يخفى على الجميع أن العراق ضمن في موازنته الضمانات السيادية وحدث في يوم 25 ورشة عمل كبيرة بحضور دولة سيد رئيس وزراء وأعلن بها أن الحكومة مستعدة لدعم قطاع في الوقت الحالي القطاع الدوائي والقطاع الإنشائي لأن كما يعرف الجميع نحن مقبلين على بناء ما يقارب مليون وخمسمائة وحدة سكنية في 30 مدينة سكنية موزعة على عموم العراق تم إطلاق أول خمسة وجاري إطلاق في الأيام القليلة القادمة سوف يتم إطلاق أشرة أخرى فهذا يولي الضغط على الصناعات الإنشائية بالأضافة إلى الصناعات الدوائية العراق اليوم ماضي بعملية فتح المستشفيات وتعزيز الجانب الصحي لأن نعرف أن العراق يعاني كثير من المشاكل الصحية لذلك اليوم بدأ التحول نحو المصانع الدوائية والمصانع الإنشائية هذه المصانع تدعمها الحكومة بضمانات سيادية بمقدارها 85% أي على المستثمر دفع 15% والحكومة تتكفل بـ 85% كضمان سيادي لغرض إنشاء هذه المصانع هذا سوف ينعكس بشكل إيجابي على أي علاقة تجارية ما بين العراق ودولة أخرى ولا سما جميل فاليوم بخصوص نعم اليوم بخصوص طريق التنمية أو أي مبادرة تجارية ما بين العراق وتركيا سوف تذهب باتجاه الصناعة وليس الاستيراد وليس الميزان التجاري فقط أن العراق هو بلد مستهلك ولكن تدخل بشراكات صناعية ما بين العراق وتركيا العراق ودول الخليج العراق والأردن العراق وأي دولة أخرى والعراق بدأ حقيقة يعني لا أفشي سرا إذا قلت أن العراق بدأ مع ثلاث دول أوروبية حسب ما أظن ودولة خليجية بفتح مصانع كبيرة تتعلق بالمواد الإنشائية صحيح وبالتالي يجب علاج الإنتاج الداخلي حتى يتم الانتقال لمرحلة التصدير والتقليل من الاستيراد دكتور صفوان قصي الوزير التركي أشار أيضا إلى أن حجم الصادرات التركية إلى العراق مرشح للوصول إلى 15 مليار دولار على المدى القريب و20 مليار دولار في عام 2030 مع استكمال مشروع طريق التنمية فبالتالي ما المطلوب في ملف التجارة البينية الضرائب الجمارك وغيرها مع العمل الحثيث اليوم من العراق على مشروع بحجم طريق التنمية في هذا السياق طبعا تركيا لديها تفاهمات على مستوى القمارك مع دول الاتحاد الأوروبي عندما ندرس السياسة القمرقية في البيئة العراقية ونتوئم هذه السياسة مع القمارك في تركيا وفي الاتحاد الأوروبي ستكون هناك سلاع يمكن أن تدخل للأراضي العراقية بتكاليف مخفضة طبعا طريق التنمية سيسمح بتخفيض تكاليف النقل وبالتالي تخفيض تكاليف المواد المستوردة من الجانب التركيا ومن دول الاتحاد وبالتالي زيادة الحصة السوقية لهذه السلاع تركيا دولة تمتلك نقطة قوة وهي مبنية اقتصاد التركي مبني على الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الاستهلاك العراقي وأيضا من حيث الجودة من حيث المواصفات سلع مجربة لدى الشعب العراقي فحجم التبادل سينمو بالمقابل صناعة السمنت والفوسفات والسيليكا والكبريت وهذه الموارد التي ستكون على طريق التنمية ستندفع باتجاه الاقتصاد التركي خاصة على مستوى الأسمدة وصناعة البيترو كيميائيات الفرنسيين الآن يقومون بعملية تطوير صناعة البيترو كيميائيات ونتوقع أن يكون هناك صادرات من هذه السلع باتجاه تركيا وكذلك عملية أن يكون لدينا تصدير إضافي للنفط الخام باتجاه الموانئ التركية ودول الاتحاد فحجم التبادل قد يصل إلى أعلى من 30 مليار دولار إذا ما أدرنا ملف التكامل الاقتصادي الشراكة الاقتصادية مصغر للتكامل الشراكة بين القطاعات على مستوى ثنائي ثم ننتقل إلى موضوع استخدمار الطاقة الثابتة التكاليف الثابتة للإنتاج الصناعي في أي دولة على أساس الطاقة التصميمية على أساس أن المستهلكين هم الرقعة التي يمكن من خلالها منح مدينة صناعية جديدة القطاع الإنشائي قطاع واعد في العراق يحتاج إلى صناعة العربات خاصة عربات النقل بالقطارات المقدر أن هناك 10 مليار دولار من 17 مليار دولار لطريق التنمية تذهب لشراء القطارات تركيا تنتج هذه العربات الذكية فممكن استثمارها من خلال الشراكة بالعربات وكذلك موضوع الحديد موضوع المواد الأولية اللازمة لإنشاء الوحدات السكنية أعتقد أن الموضوع واعد ويستحق أن تكون هناك خريطة استثمارية موجهة لا تسمح بالتنافس لكي يكون هناك استدامة جميل طيب أتوجه لك بالسؤال لمهندس الجابري وسريعا لو تكرمت في بلف الطاقة يسعى العراق حاليا لإعادة تشغيل خط أنابيب كاركوك جهان التركي فما المرجو في هذا الجانب ما هي مصلحة العراق وتركيا في هذا الملف أيضا بالنظر إلى أن الرئيس التركي زار الإقليم وكان هناك تفاهمات على نقاط عدة ملف الطاقة حقيقة ملف كبير بالعراق وملف مشترك كما ذكر دولة رئيس وزراء في واشنطن وزيارة تركية كما تفضلتم ملف الطاقة بالعراق ملف كبير اليوم العراق يجب أن يذهب باتجاه تقليل الانبعاثات وهذا ما يذهب به العراق بخصوص خط النقل ما بين جهان كاركوك وجهان هذا ملف متعلق بالحكومة الاتحادية وتوجد كثير من التفاهمات عليه وكما حكمت محكمة باريس التحكم التجاري بقرارها الأخير فهناك تفاصيل كثيرة يجب حل حلتها وأعتقد أنه تم حل حلتها بزيارة الرئيس التركي إلى بغداد ومتوقع أنه سوف يتم حل هذه المشكلة ولكن ملف الطاقة بشكل عام بالعراق أنه هذا الملف هو كبير والعراق حقيقة بدأ بهذا الملف بتقليل الانبعاثات في سنة 28 العراق سوف يقلل الانبعاثات باستثمار الغاز العراق اليوم أعلن بشكل رسمي أنه بدأ باتجاه الانبعاثات تأخذ 40% من قطاع السكن ولا سيما العراق ذهب باتجاه الإعمار فالعراق بدأ بشكل رسمي أعلن بشكل رسمي أنه سوف يذهب باتجاه إنشاء المعايير الخضراء بقيادة وزارة الإعمار والإسكان والتي سوف تكون مقدمة لكوب في أذربيجان في السنة القادمة أو السنة الحالية العراق الآن يركز بشكل كبير على تقليل الإنبعاثات لأن الدول بشكل عام تذهب باتجاه تقليل الإنبعاثات حسب الاتفاقية الإطارية التي تم التوصل إليها في دبي العام الماضي خصوصا الدول التي تعتمد على البترول والعراق هو أحد تلك الدول وضحت الفكرة انتهى وقت البرنامج للأسف أشكرك كل الشكر المهندس خالد الجابري رئيس مؤسسة أصول لتطوير الاقتصاد والتنمية المستدامة شكر قصي الأكاديمي والخبير الاقتصادي شكرا جزيلا لكم وشكر موصولكم أيضا مشاهدين هذه تحيات فريق العمل في أمان